بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشهر خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم استكمالا للشابتر نمبر سيكس سير مارك بربيرتس أو مطر الخصائص أو السماة الحرارية للمادة سنأخذ اليوم نحن خذنا الـ Conduction كـ Type of Form of Transferred كنوع من أنواع انتقال الحرارة خذنا الـ Conduction خذنا الـ Convection اليوم سنأخذ النوع الثالث اللي هو الـ Radiation سؤال How does heat energy get from the sun to the earth إزاي الحرارة بتنتقل من الشمس إلى الأرض There are no particles مافيش جزئئات between the sun and the earth بين الشمس والأرض مافيش جزئئات So it must travel by radiation بواسط الإشعاع يبدأ الإشعاع هي الوسيلة أو الطريقة اللي ينتقل منها تنتقل بها الحرارة من الشمس إلى الأرض وهذه حكمة من حكم ربنا سبحانه وتعالى لأنه بدون أي باردكاس مافيش أي وسط مافيش مديم بين الأرض والشمس وبرغم ذلك الإشعاع أو الحرارة بتنتقل الـ Radiation أولاً The transfer of heat and raise تنتقل الحرارة عن طريق الأشعة From hot object من الجسم الساخن وزاوة needing a medium بدون أي احتياج لوسط عشان يمر من خلالها It travels in all direction الحرارة هنا بتنتقل في كل الاتجاهات From a hot object من الجسم الساخن The hot object is the more heat it will radiate out تسخين الجسم لما يأخذ قطر كبير من الحرارة بعد كده يبتدي إشعاع هذه الحرارة Does the surface affect the way heat is radiated هل السطح له تأثير على الطريقة التي تشعى بها الحرارة؟ Radiation think per chair هنا بعد الإجابات البسيطة Radiation travels in a straight line هل هذا صح ولا قطع؟ True صح الإشعاعات تنتقل في خطوط مستقيمة Radiation can travel through a vacuum هل هذا true or false هل الإشعاعات ينتقل خلال الفراغ بدون أي وسط؟ True Radiation requires particles to travel الإشعاعات يحتاج جزيئات عشان ينتقل نعم غلط Radiation travels at a speed of light الإشعاعات ينتقل بصورة الضوء True صح لأن الإشعاعات يتحرك بصورة الضوء وهي 3 times 10 to the power of 8 meter per second هذه هي صورة الضوء سنأخذ قانون الإشعاعات للإشعاعات The famous Stephen Boltisman Low هذا القانون بتاع Stephen Boltisman Low مشهور Stephen Boltisman حيث السيجما هنا هي عبارة Stephen Boltisman constant وسيجما بتساوي 5.670 times 10 to the power of minus 8 what meter minus 2 kelvin minus 4 The Stephen Boltisman constant is therefore related to even more fundamental constant We have Stephen Boltisman constant له هذه المعادلة The E هنا هي radiation emitted الإشعاعات الطاقة المشعة وديها بالوضع لكل متر مربع متر سيجما السيجما هي Stephen Boltisman constant وكما قلنا بساوي 5.67 مضروف 10 to the power of minus 8 وتي هنا درجة حرارة هذا القانون الرابع درجة الحرارة بسمه مادر الصغرار